الأخ أبو يوسف من الكويت السؤال هو الأول يقول هل سيكون قبل خروج الإمام صلوات الله عليه أحداث أو حوادث مرعبة تسبب بطوره كالكوارث المخيفة والمجازر والجوع والعطش والخوف والهلع إلى آخره وتكون الحياة عبارة حياة بدائية تختفي فيها التكنولوجيا هذه نظريات يعني تؤول بها أو تفهم بها بعض الآثار والروايات وليست ضرورية يعني البعض هكذا يفهم من بعض الروايات أنه الحياة ترجع بدائية ويفصل لك بعد أيضا يقول لك لا هو رح يصير حرب نووية وبالتالي رح يقضى على كل الأسلحة الحديثة بل على الحياة المدنية المتقدمة هذه وبالتالي يرجع الناس إلى الوسائل البدائية في المعيشة ومنها الكلام هذا لا دليل عليه هذا تفسيرك فهمك لبعض الروايات أم الروايات لا تنص على مثل هذا نعم الروايات تذكر إجمالا أنه زمان الظهور يكون زمانا تموج فيه الفتن تكون فيه نعم حروب يكون فيه سفك دماء تكون فيه يكون فيه فقر يكون فيه فساد يكون فيه جور يكون فيه ظلم وأن هذه التي يمكن عدها منغصات للحياة البشرية تعمل العالم بحيث الكل يريد خلاصا على يد المخلص صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف أما ما نسبة ذلك ما مدى شيوعه ما مدى ذيوعه ما عمقه ما حده ليس لنا أن نفتي بذلك في شيء لماذا؟ لأنه هذه الأمور مسكوت عنها وتبقى من الغيبيات لا نعلم وقد يرحمنا الله عز وجل فيعفل بشرية منها لماذا؟ لأنه قد يقع بداء مثلا هذا إن شاء الله أيضا سنفصله في الليالي المقبلة هنا فقط أريد أن ننبه إلى مسألة مهمة أنه البعض قد يشتبه فيتصور أن الإمام عليه السلام بنفسه حين يخرج هو الذي سيسيل أنهارا من الدماء وهو الذي سيعني يرتكب المجازر وأنه ما أدري حتى يشق بطون الحبالة ومن هذا الكلام نحن عندنا الأصل هو ما هو الثاني عشر هو الأول يطابقه في السيرة أولنا آخرنا آخرنا أولنا الروايات كلها تتحدث عن أن المهدي عليه السلام يسير بسيرة جده صلى الله عليه وآله جده بعث رحمة للعالمين ما بعث نقمة إلا على من بعث نقمة على العتات على الطغاة على الظلمة صحيح أما على المخدوعين أو للمخدوعين للبشرية عموما بعث ماذا رحمة إمامنا المهدي عليه السلام هكذا أيضا هو الرحمة الله يبعثه رحمة لنا رحمة بهذه الأمة وسائر الأمم لكن هناك أناس هناك من هؤلاء البشر من يكونون طغاة وعتات فيحاربونه فيكون المهدي عليهم نقمة الله عليهم فيعاقبهم ويقتص منهم وهؤلاء مهما كثروا فهم ماذا قل الله يعني محدودين بالنسبة إلى بقية البشر نعم في زمان الظهور يكثرون وهذا ما يفسر ورود بعض الروايات التي قد تتحدث عن أهوال في الحروب المهدوية وما ذلك إلا لشيوع الفساد وكثرة العتات والطغاة كثروا زاد عددهم كثيرا أما هم بالقياس أو بالنسبة إلى عموم البشر يبقون ماذا قل بالقياس إلى المجموع على هؤلاء تقع النقمة أما البقية فكلهم تعمهم الرحمة وإن لم يكونوا معتقدين بالأصل بالمهدي عليه السلام إلا أنهم مع ظهوره صلوات الله عليه وظهور آياته ودلائله وإنقاذهم على يده يؤمنون به فتجتمع البشرية جميعا على كلمة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن علي ولي الله وأن هذا المهدي هو حجة الله صلوات الله عليه وتعيش البشرية كلها في أمن وأمان وإيمان وسلام وطمانين